أكثر من أربعة أشهر مضت على إجراء الانتخابات البرلمانية في الثاني عشر من شهر أيار الماضي في العراق وما زال صراع تشكيل الحكومة في ذروته بين شركاء العملية السياسية فبعد اتهامات التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع ثم الكشف عن عمليات شراء المناصب وتحديدا رئاسة البرلمان بدأت مرحلة التنافس الكردي الكردي على منصب رئاسة الجمهورية فقد أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داودي رفضه اختيار الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين مرشحا لرئاسة الجمهورية مرجعا الرفض إلى أن هذا الترشيح جاء لكسب عواطف العراقيين باعتباره كرديا شيعيا وأن البرزاني لا يريد رئيس جمهورية قويا فاختار هذا المرشح لأنه سكرتيره الخاص كما كشف عضو الاتحاد الكردستاني كاروان أنور أن الحزب الديمقراطي في إعلامه الناطق بالكردية يعتبر علم العراق علما لدولة احتلال كما أنه يطلق عبارة ما يسمى العراق إذا أراد الإشارة إلى البلاد بينما إعلامه الناطق باللغة العربية يطالب بمناصب رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان بل إن كاروان ذهب إلى أبعد من ذلك ليذكر العراقيين بدعاوى الحزب الديمقراطي عندما كان يعتبر العراق في الأمس القريب دولة جارة ويحرض الأكراد على إطلاف جوازات سفرهم والوثائق الرسمية العراقية رفض داود ترشيح فؤاد حسين وتصريحات كاروان تلك لم يخرجا عن إطار رؤية الاتحاد الوطني الكردستاني الذي اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني بالازدواجية السياسية على خلفية توجه وفد منه برئاسة نيجرفان البارزاني إلى بغداد بشكل منفرد للتباحث مع الأطراف الأخرى حول عدد من المسائل المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة وخاصة منصب رئيس الجمهورية حدة الصراع بين حزبي السلطة في كردستان العراق على منصب رئيس الجمهورية تتصاعد يوما بعد آخر فكل منهما يرى حقيته بهذا المنصب في صراع محموم لا يرى مواطن كردستان العراق أنه سينهي مشاكلهم ويغير شيئا من الحالة الاقتصادية المتردية في كردستان